قد يقول قائل من أنني أكرر هذه الموضوعات هذا هو منهج القرآن إنني أتعلم المنهج الإعلامي والتبلغي من القرآن القرآن يكرر الأحداث لكنه في كل مرة يعرضها من جهة معينة الوقائع تتكرر على سبيل المثال وقائع بني إسرائيل تتكرر في مختلف السور القرآنية لكن في كل مرة هناك عرض لجهة من الجهاد هناك إلفات نظر وتنبيه لزاوية من الزوايا لم يشر إليها في المرات السابقة وهذا هو الذي أتبناه أسلوباً في عمل الإعلام والتبليغ لأن الحقائق تنسى آفة العلماء النسيان فما بالكم بالجهلاء آفة العلم النسيان فما بالكم بالجهل وأهل الجهل إذا كان النسيان آفة للعلماء وكان آفة للعلم فماذا نقول عن الجهل والجهلاء إن هنا نحن بحاجة إلى تكرار إذا أردتم أن تنشروا الفكر الذي تؤمنون به عليكم بالتكرار ولكن أن يكون تكراراً مميزاً لا أن يكون تكراراً مملاً في كل مرة يعرض الموضوع من جهة من الجهات سأنتقل إلى رمز من رموز الحوزة الطوسية المرزى أبو القاسم القمي المتوفى سنة ألف وميتين واحد وثلاثين للهجرة لا أريد أن أقف طويلاً للحديث عن المرزى القمي هناك الكثير من الكرامات الكثير من المناقب التي تنسب إليه أنا لا أصدق بها ولا أقبلها يقولون عنه من أنه هو الذي سيشفع لأهل قم هو مدفن في مدينة قم له قبر معروف الناس تزور قبره وتذهب لطلب الحاجات من أكذا يفعلون في مدينة قم خصوصاً من أصحاب العمائم من سوء توفيقهم السيدة المعصومة موجودة وهم يذهبون إلى المرزى القمي الذي لا أعتقد أنا شخصياً ولا أبالي بالآخرين ماذا يقولون لا أعتقد أنه على عقيدة سليمة الرجل عقيدته ليست سليمة وهذا الكلام مثبت في كتبه إنه طوسي كبقية الطوسيين يقولون عن المرزى القمي من أن القميين سيدخلون الجنة بشفاعته أنا أسأل أقول لعت زكريا بن آدم شي سوي قال الله فلافل زكريا زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا والإمام الرضا قال له من أن البلاء يدفع عن قم وأهل قم بك يا زكريا زكريا بن آدم له من الفضل والشأن وعظمة المقام رضوان الله تعالى عليه أما المرزى القمي فإن الرجل يحمل عقيدة تقصيرية أقرأ عليكم من الجزء الأول من كتاب الخصائص الفاطمية وأساسا هو باللغة الفارسية وترجم إلى العربية الخصائص الفاطمية لمحمد باخر الكجوري المتوفى متوفى سنة ألف وثلاثمية وثلاثعش هجري قمري هذه الطبعة طبعة انتشارات الشريف الرضي قم المقدسة صفحة خمسمية وستين سؤال وجه إلى المرزى القمي هذا هو صاحب القوانين كتاب القوانين من كتب علم الأصول كانت تدرس في حوزة النجف وفي حوزة قم ولكن في العقود الأخيرة أعرض عن دراستها وهو كتاب طوسي شافعي معتزلي قذر وسخ بامتياز إنه من كتب علم الأصول وهو علم قذر نجس لا علاقة له بالعترة الطاهرة وعلى أساسه كما يقولون في النجف وكربلاء يميزون الأعلم بين بهائمهم وحميرهم الضانة هذا السؤال موجه إلى المرزة القم لقد اختلف العوام فيما بينهم وهو في الحقيقة اختلاف بين علماء الشيعة انعكس على أهوام الشيعة لقد اختلف العوام فيما بينهم فمنهم من قال إن فاطمة أفضل من الحسنين ومنهم من قال إن الحسنين أفضل من فاطمة فما هو قولكم في المسألة هذا السؤال هذا السؤال وجه للمرزة القم وهو مذكور في كتابه جامع الشتات كتاب باللغة الفارسية هذا السؤال مذكور فيه وكذلك الجواب الذي أجاب به الميرزة القم لقد أجاب بجواب سخيف جدا الجواب إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة لدى الإمامية تفيد أن الحسنين أفضل وهذا هو الذي عليه مراجع النجف وكربلا هذا هو الرأي الشائع عند مراجع النجف وكربلا إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة لدى الإمامية تفيد أن الحسنين أفضل وذلك لأنهما يشاركانها في العصمة ويفضلانها بالإمامة فهما إمامان لهما الرئاسة العامة على كافة الخلائق والإمامة وحدها كافية للقول بأفضليتهم فهو لا يعتقد بإمامة فاطمة كما عليه سائر مراجع المذهب الطوسي الحقير إضافة إلى أنهما كان أطول عمرا وبالتالي أكثر عملا وعبادة بسبب طول العمر تتذكرون هراء وخراء الطوسي حينما كان يتحدث عن أن الإمامة المعصومة لا بد أن يكون الأكثر ثوابا وأجرا بالقياس إلى سائر أفراد الأمة الهراء هو الهراء والخراء هو الخراء منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا إضافة إلى أنهما كان أطول عمرا هذا ماذا يفقه من الدين ماذا يفقه من الدين فهل الأجر والثواب يحسب بحساب سوق البقالي من أقول لكم هذا دم أخسس وحمار آخر من الحمير الطوسي إضافة إلى أنهما كان أطول عمرا وبالتالي أكثر عملا وعبادة بسبب طول العمر وطول العمر يلزم تحمل الشدائد والمحن والابتلاءات أكثر سيما ثاني سيد شباب أهل الجنة وقصر عمر البضعة الأحمدية يعني قصر مدة العبادة والمعاناة والأفضلية تتبع كثرة العمل وصعوبته والمقام لا يقتضي أكثر من هذا البيان والوقت لا يسع أكثر من هذا الضراط والمقام لا يقتضي أكثر من هذا البيان والوقت لا يسع وفي الحقيقة لا بد أن يقال هكذا والمقام لا يقتضي أكثر من هذا الضراط والوقت لا يسع لا يسع لأي شيء لضراطك هذا يا أيها المرزاء القمي هؤلاء هم مراجعنا العظام وعلماؤنا الكرام ماذا أقول لهذا الحمار الطفسي كيف أتفاهم معه إنه حمار بحسب القرآن بحسب سورة الجمعة إنه حمار يحمل أسفارا ويفهم الأسفار بالمقلوب إذا كان حمار سورة الجمعة يحمل الأسفار ولا يفقه منها شيئا هذا يفقهها بالمقلوب هذا الحمار أسوأ من حمار سورة الجمعة هذا حمار مع الحمير المتقدمين في المثل العربي بال حمار فبالت أحمرة ويبدو أنه ضرّط حمار فضرّطت أحمرة وسنبقى نتقلب بين ضراطي الحمير الطوسي فماذا نصنع هذا هو الواقع وهذا قدرنا قدرنا أن نتقلب بين ضراطي الحمير الطوسي نذهب إلى فاصل أحمد الإحسائي إنه معاصر للميرزا القمي الميرزا القمي توفي سنة ألف ومائتين واحد وثلاثين للهجرة أحمد الإحسائي توفي سنة ألف ومائتين واحد واربعين للهجرة هذا هو الجزء الثالث من جوامع الكلم وهو الجزء الثالث عشر من مجموعة مصنفات ومعلفات الإحسائي شيخ المدرسة الإحسائية مؤسس المدرسة الشيخية قولوا ما شئت الرسالة السلطانية إنها أسئلة من السلطان الإيراني من الشاه الإيراني القاجاري فتح علي شاه أجاب عليها أحمد الإحسائي صفحة ثلاثمية أو ستعش وما بعدها فتح علي شاه هو الذي يسأل عن منزلة فاطمة صلوات الله عليها أحمد الإحسائي يجيب وأما فاطمة عليها السلام فاختلف العلماء في شأنها علماء الشيعة إنهم العلماء الطوسيون ما هو الإحسائي طوسيون صحيح حاول أن يخرج من حبال المذهب الطوسي لكنه ما استطاع بقي حبيسا في هذا المذهب القذر خصوصا في الجانب الفتوائي والفقهي ربما تملس بعض الشيء في الجانب العقائدي لكنه ارتكس ارتكاسة عميقة حينما وقع في هذا المأزق العقائدي التقصيري بحق الصديقة الكبرى وأما فاطمة عليها السلام فاختلف العلماء في شأنها فقال قوم إنها بعد علي عليه السلام أفضل من بنيها الأحد عشر وقال قوم إنها بعد الحسن والحسين أفضل من التسعة وقال آخرون إن الأئمة الاثني عشر كلهم أفضل منها وسبب الاختلاف اختلاف الروايات والذي يترجح عندي هذه أقوال علماء الشيعة لا شأن لنا بهم إنما ننقل عقيدة الإحساء والذي يترجح عندي أن فضلها بعد الأئمة الاثني عشر فكل الأئمة أفضل منها هذه عقيدة الإحساء فهل يقبل بهذا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه الذي اتخذها أسوة له كما في التوقعات الشريفة صاحب الأمر اتخذ الصديقة الكبرى أسوة له فهل يقبل بهذا المنطق السفيه السخيف الوسخ والذي يترجح عندي أن فضلها بعد الأئمة الاثني عشر وهو القول الأخير لعموم الآية وليس الذكر كالأنثى وما علاقة هذا بهذا هذه الآية وردت في قصة مريم لأن حنة والدة مريم كانت تعتقد أنها ستنجب ذكرا فأنجبت أنثى في سياق قصة مريم ورد هذا التعبير وليس الذكر كالأنثى فما علاقة هذا بمنزلة الصديقة الكبرى هذا هو هراء القول بل خراء وهو القول الأخير لعموم آية وليس الذكر كالأنثى ولما ورد عن أبيها وبعلها وبنيها صلى الله عليهم أجمعين أنها أفضل نساء العالمين ولم يرد أفضل الرجال من العالمين ما هذا الهراء وهذا الخراء يا أيها الإرساء يستمر في فهمه السطحي والساذج إلى أبعد الحدود في سرد الروايات والأحاديث التي جاءت بلسان المدارات هناك روايات وأحاديث حاكمة على هذه الروايات المشكلة أن الإحساء يصر ويصر على عقيدته السخيفة هذا هذا ما ذكره الإحساء في الجزء الثالث من جوامع الكلم في الزيارة الجامعة الكبيرة في شرحه المعروف الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل وقد أحسن في شرحها لا يوجد كمال لكنه ارتكس ارتكاسة معيبة جدا حينما قلل من شأن الصديقة الكبرى هذا هو الجزء الثاني من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للإحساء هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإحقاق صفحة أربعمية واثناش لا أريد أن أقرأ كل الكلام بإمكانكم أن تعود إلى قراءته في آخر الكلام يرتب المقامات فالنبي صلى الله عليه وآله سبقه سبق بقية المعصومين من أمير المؤمنين إلى القائم صلوات الله عليه فالنبي صلى الله عليه وآله سبقهم ولا يبلغ أحد منهم مقامه وعلي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله سبقهم ولا يبلغ أحد منهم بعد النبي مقامه وكذلك الحسن بعد علي ثم الحسين ثم القائم ثم الأئمة الثمانية ثم فاطمة عليهم أجمعين صلوات الله وسلامه الإحساء تحدث في جهتين من مقاماتهم فهناك جهة تتساوى مقاماتهم وهناك جهة تختلف مقاماتهم هنا يتحدث عن الجهة التي تختلف فيها مقاماتهم فإن الصديقة الكبرى تكون في الفضل من بعدهم جميعا هكذا رتب مقاماتهم النبي أولا أمير المؤمنين ثانيا ومن بعد أمير المؤمنين الحسن والحسين ومن بعدهما القائم إمام زماننا الحجة بن الحسن ومن بعد القائم الأئمة الثمانية من إمامنا السجاد إلى إمامنا الحسن العسكري ومن بعدهم كلهم تأتي منزلة فاطمة هذا ما جاء في الجزء الثاني من شرح الإحساء لزيارة الجامعة الكبيرة أما في الجزء الثالث من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة صفحة 340 الكلام هو هو هنا فائدة في الإشارة إلى الحرف الذي يتفاضلون به وقدر مدته أما الحرف فهو في تقدم الذوات بعضها على بعض كما تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام وعلي على الحسن والحسن على الحسين والحسين على القائم والقائم على الأئمة الثمانية وهم على فاطمة على ما ظهر لي هكذا يقول هذه عقيدة الإحساء على ما ظهر لي صلى الله عليه هم أجمعين هذا الموضوع تناولته كرارا ومرارا في برامجي بإمكانكم أن تراجعوا الحلقات المختصة بهذا الموضوع لكنني أقول بالإجمال هذا كتاب الإرشاد للمفيد الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير إنها الطبعة الأولى 1428 هجر قمري قم المقدسة صفحة 337 من كلامي سيد الشهداء مع عقيلة الهاشميين في عاشوراء في كربلاء سيد الشهداء يقول للعقيلة زينب أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه أبي خير مني هذا كلام الحسين وأمي وأمي خير مني وأخي خير مني حينما نقرأ في زيارة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بتصديقنا لمحمد وعلي إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك هذا المضمون الواضح والصريح لولايتها على الدين وشأن الدين إنها القيمة القيمة على الدين وأهل الدين هذا المضمون يتنافر بدرجة مئة بالمئة مع الهراء الذي تحدث به الميرزا أبو القاسم القمي ومع الهراء الذي تحدث به أحمد الإحساء سوء التوفيق مشكلة أحمد الإحساء في سوء توفيقه لو كان موفقا لما سجل هذه العقيدة الضالة في أصديقة الكبرى نذهب إلى فاصل مشكلة كبيرة في واقعنا العقائدي الشيعي الطوسي الأسماء التي أوردتها لكم هي أمثلة ونماذج نحن في برنامج تلفزيوني لا أستطيع أن أحدثكم عن الجميع لكنني انتقيت هذه الأسماء مع ملاحظة اختلاف المشارب والأذواق فيما بينهم فحينما جئت بالإحساء لأنه يمثل اتجاها معينا في الجو الشيعي وحينما جئت بالميرزا القمي لأنه يمثل اتجاها معينا وتسطر الكرامات والمعجزات للميرزا القمي وهي لا حقيقة لها الرجل عقيدته ضالة عقيدته تقصيرية فمن اين تأتيها الكرامات الكرامات في فناء فاطمة هذا الرجل عقيدته عقيدة ضالة تقصيرية هذا هذا بقار يتحاسب مع الزهراء عليه السلام كأنه بقار يحسب لها عمر وعدد ركعات وإلى آخرين ذلد مخصزية تقصيرية